ولهذا المسؤولين في الدولة لازم يصيرون وية المواطنين إذا الدولة صير ظالمة ما تستمر إذا دولة ما بها توزيع ثروة بشكل عادل دولة ما تستمر إذا دولة ما تخدم المواطن فقط تخدم مصالح المسؤولين دولة ما تستمر أكو مقولة يبدو صحيحة ليقولك دولة الكفر تدوم ولكن دولة الظلم لا تدوم لأن دولة الظلم لأن الكفر والإيمان إلى علاقة بعلاقة الإنسان بالله تعالى الله تعالى يحاسب الناس ما في صدورهم ما في اعتقادهم مو البشر يحاسبون إنما العدل والظلم البشر يتحاسبون به الدولة اللي يطلم تحمل مقومات ضعفها وفنائها بإيدها لأن رح يصير المجتمع جزء ضد الآخر لأنه يكون ظلم وتنهار هاي الدول وراجعوا التاريخ كله الدول الظالمة ما تستمر تنتهي نهاية جدا بشعة يتأدي إلى انهيار كل أساس الدولة والمجتمع إحنا ما نريد هذا الظلم لأن الظلم يقع على يعني رؤوسنا جميعا القرآن الكريم يقول واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة صيب الكل الظالم والمظلوم إذا سمح للظلم أن يستمروا مع لجنة تنهار الأمور لكلهم يتعاقبون تعرفون لما يصير انفلات مو فقط الظالم يتأذى حتى العادل يتأذى مو فقط الإنسان الطالح يتأذى حتى الإنسان الصالح يتأذى يتعرض إلى ضرر كبير إحنا لهذا قدلت عندنا خيار واحد خيار لا سمح الله الانهيار وخيار التفتت وخيار الضياع هذا أصلاً ما مسبوح به نحط عليه فيه نرفضه الخيار الوحيد أن نتعاون نحط إيدنا بإيد بعض هذه الدولة تختم المواطنين نحن بدل من نقوم بثورة أكو ثورات ثورتين أكو راجع التاريخ أكو بعض الشعوب سوى الثورة ناعمة غيرت بشكل صحيح وإيجابية أكو الشعوب ثورة تصوى الثورة مدمرة رجعت لي وراء قرون وطولة وضحايا ومتاعب عدت رجع وراء ثانية إحنا الحمد لله نريد إن شاء الله ثورة بس ثورة نضع إيدنا بإيد بعض ونمشي بالتجاهة الصحيح نبني ونعمر من خرب اللي بنينا اللي يدعو إلى تخريب ما بنيناه ويرجعنا لي وراء ما نحط إيدنا بإيدنا ولا أنتم تحطون إيدكم بإيدنا ترجمة نانسي قنقر